وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وصل بحفظ الله ورعايته هذا اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله لحضور العرض العسكري رعد الشمال الذي يعد الأكبر في تاريخ المنطقة بمشاركة عشرين دولة عربية وإسلامية إضافة إلى قوات درع الجزيرة والذي يقام في مدينة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله قاعدة الملك السعود الجوية بالقطاع الشرقي بمدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ومعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وكبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من المسؤولين السعوديين من مدنيين وعسكريين وقد توجه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى مسجد الضيافة حيث صافح جلالته أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية في طه الله الرعا وإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وممثلي الدول المشاركة في التمرين والعرض العسكري رعاة الشمال وقد أدى الجميع صلاة الجمعة ويرافق حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وفد مكون من سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ومعالية الشيخ خالد بن أحمد وزير الدوان الملكي ومعالية الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة رئيس جهاز مساحة والتسجيل العقاري ومعالية الشيخ حمد بن إبراهيم الخليفة ومعالية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ومعالية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاه موزير شؤون الدفاع وسعادة اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية وسعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لصاحب الجلالة الملك المفدى وسعادة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة السفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية واللواء الركن الطيار محمد بن بحسين المسلم قائد قاعدة الأسخيرة الجوية وكان جلالة العاهل المفدى قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته في وقت سابق من هذا اليوم متجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة رفقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال